السلام عليكم ايه? يا رب يكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنعمل اكل حرشة. هنعمل ايه? رنجة. والحلوة بتاعنا بسبوصة بالاشطة. يا سلام بقى على البسبوصة بالاشطة وهي دايبة دو. خليكم معنا بقى علشان ايه? واحدة واحدة. هنعمل الرنجة. و بعد ان نروح نعمل الحلوة بتاعنا بسبوصة بالاشطة. هذا هو كيلو ربع رنجة كما ترى الرنجة تشتري تبقى طرية كما ترى تبقى طرية قوى ولا جمدة تبقى طرية قوى تبقى طرية قوى سأقوم بعملهم على البتجاز لا يوجد شيء أحسن من هذا لأن انا عملتهم مرة في الفرن وكان نشف الفرن ينشف الماء ينزل منها فأنا أحب أن أقوم بعملها على البتجاز يأخذ الماء اشتري هكذا تبقى طرية قوى تمتلك تبقى طرية قوى سأقوم بعمل الطحينة تبقى طرية قوى الطحينة تبقى طرية قوى نصف المونة والطحينة معنا تبقى طرية قوى نقوم بعمل الطحينة طبعا البتجاز يتبهدل لكن في مشكلة أخرى ينغسل يرجع أولا يجب ان تتعامل بمية تغلي. تعمل الطحين يا جماعة لازم انت تتعامل بمية بتغلي. ما ينفعش تتعامل بمية بردة ونضربها في المضرب كده وحابة تحطي زبادي ماشي انا بعملها بزبادي. حابة تحطي مية يعني برحتك زي ما انت عايزة. وده خاص طبعا كابوتشا لزوم الرنجة طبعا ان الرنجة حدقة فلازم ايه حاجة اضطر شوية في دي كوبات زبادي زبادي ده برضو انا اللي عملها. انا كنت عملها فيديو لكم على طريق عملين عمل الزبادي فهو ده دي كوبات زبادي بعد ما بعمل الطحينة بمية بتغلي بحط كوبات زبادي عليها زي ما انت شايفين شايفين لون ها بيض وحلو ازاي. طبعا نحط مللقة زيت مللقة الثوم مللقة خل لمون ملح شطة فلفل زي ما انت احب بحطي انا بعمل شايفين دي شطة. زي ما انتو شايفين كده انا بحط شوية شطة. والرنجة يا جماعة انا بعملها على البوتجاز يعني ايدان البوتجاز كده وعملها علي بتبقى طعمها تحفة ما بقاش ايه تنزل الميا كلها بتاعتها لكن لو عملتها الفرن بنشفها. يعني عن تجربة فعلا البوتجاز احسن حاجة في الرنجة لو عندك فحم ماشي نار على طول تميها عليه ماشي لكن فرن لا. فبعد ما عملنا الطحينة الجاملة دي معانا هنروح على البوتجاز ونشف الرنجة بتاعت. زي ما انتو شايفين هي ادي البوتجاز وحطها عليه. اول ما حطها على طول تتفتح. زي ما انتو شايفين اول ما بتشم ريحة النار على طول بتفتح زي ما انتو شايفين كده. بيتبقى اللحمة بتاعتها برا عن زبدة طبعا اول ما تنشوي نكون مجاهزين اللمون نعصروا عليها اول ما تطلع من عالنار. شايفين الجمال والحلاوة لو الفيديو بقى اعجبكم ما ننسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. حتى يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وانتنسوش الحلوة بتاعنا لسه نعم الحلوة باسبوسة بالاشتراك. طعمها خرافة. شايفين انا بحط بقى الرنجازة ما انتو شايفين كده. لحد ما اللحمتها هيستوي وشيله على طول. لكن هي على العين البوتجاز ما بتعودش في فترة طويلة. علشان كده بتحتفظ بالمية بتاعتها. ما بتنزلش المية بتاعتها كلها. طبعا بعد منكو هيقول لي البوتجاز بيبهد. بس تغسل بشوية مية سخنين. ولا حاجة. رحنا جبنا البصل بتاعنا وشايفين البصل بقى شكله ايه. بصلة واحدة طلعت 8 بصلات. يعني تزرق البصلة في الجنينة كده. تطلع تطلع لك تمانية زي ما انتو شايفها كده. وبعد ما شاوناها هو الاكل بتاعنا الحرشة البطارخ. زي ما انتو شايفينها بروشي لامون ازاي باعصر لامون على الرنجة. نقصاكو والله الاكلة الجميلة دي. نقصاكو والله الاكلة الجميلة دي. اهو زي ما انتو شايفين. بصل. بصل طبعا صابح لسا ايه. جاي من الارض. وتجيب بطارخ بحصر على لامون. اي حاجة رنجة اي حاجة بطارخ لازم تعصر على لامون. لامون ده مضى حافظة لي. نتغذى بقى وهنروح نعمل ايه البازبوسة بتاعتنا. معانا ايه نص كيلوسمية بازبوسة. ورشة بيكين بودر. حوالي ربع معلقة صغيرة بيكين بودر. ما تطريش بيكين بودر. ربع معلقة صغيرة بيكين بودر. بس. ونقلبها كويس. ومعانا ايه كباية لربع زبدة متسيحة. كباية لربع هو زبدة متسيحة. طبعا ايه ده الفرن. على درجة حراره متوسطة. لحد ما خلص البازبوسة وحطها في الفرن. البازبوسة يا جماعة ما بتنعجنش كتير. وكتنقلب بس. تقليبها كده تقليب بس. الزبدة يعني تخش في الخليج كويس بتاع السميد وتاع البازبوسة. بس تقليب مش عاجب. طبعا ايه كباية لبن وسط مش كبيرة قوي. عشان ايه نحطها على البازبوسة. بازبوسة تحفى بصراحة. طبعا بازبوسة بالاشطة. انا عرفت بقى كل ما حروح اشتري بازبوسة. ألاقي حد يقول له انا عايز نص كيلو او كيلو. بازبوسة من الحرف. ليه بقى من الحرف. حد يقول لي يعرف بيقول لي دايما من الحرف. ليه ما اروح اشتري. ألاقي الناس بقول له احنا عايزين. كيلو بازبوسة مسلا من الحرف. لان الحرف ده هو اللي واخد السمنة كلها والسكر كله. الحروف بتاع الصينية دايما. لان الحرف ده هو اللي واخد اكتر كمية من السمنة من الجناب. وهو اخد اكتر كمية من السكر. فبتحس انه مقرمش شوية كده. فكتر منكم بيحب الحرف اللي من تقول عليه ده. وفعلا الحرف ده جميل. انا ذات نفسي بحب الحرف. بتاع البازبوسة دي. زي ما انتشاهفين انا بابا. بابل الي ايجي مية. واتكة عالعجلي. زي ما انتشاهفين عشان السمكي. واحد ما ببقاش حتى عليها وحتى ايه? واطي. او زي ما انتشاهفين اهم. بابل الي ايجي مية ودكهاكله. هي البازبوسة يا اكتر يبقى اشتريه. وتبقى اشتريه ما بتدنعجنش. السرم السرم وسيبقى noon السرم السرمد السرم مولى خمسه نضع السرب مولع و السرب مولع و السرب مولع و السرب مولع و الغطية نضع السرب مولع و الغطية نضع السرب مولع و المولع و المولع و يقومون بحق الاحطة و الغطية توجد مولع و الغطية سوف نأكل مع بعضنا الآن ونأكل شكلها أشتاة نعمة جميلة وبيضة هذه أشتاة من عند اللبان ليس كريمة أشتاة نعمة جميلة أشتاة نعمة جميلة اشتاة نعمة جميلة اشتاة نعمة جمال وحلوة اشتاة نعمة جميلة رأي رب العلاج consistency اشتاة نعمة جميلة اشتركوا في البسبوسة والرنجة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته